ربك فالأذكار أنواه اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق أخيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحباب يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار وما زلنا في حدائق الذكر في القرآن الكريم وهذا هو اللقاء الأخير في حدائق الذكر في القرآن الكريم نواصل لقاءنا في بيان الوجوه العشرة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كيف ورد الذكر في القرآن الكريم؟ تبقى لنا تمانية وتسعة وعشرة الوجه الثامن من حدائق الذكر في القرآن الكريم أن الله عز وجل ختم به الأعمال الصالحة معلوم أن الذكر مفتاح الأعمال و العبادات فكما أن الذكر مفتاح الأعمال والعبادات كذلك الذكر ختام الأعمال والعبادات أنت في كل أحوالك لا تستغني عن ذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل في بداية العمل طلب للمدد والعون منه واستنفار للنفس أن تكون على أتم الاستعداد مستعينة بربها في القيام بأعمالها وبعد أن تنتهي من عملك مستعينا بالله ذاكرا إياه تذكر الله عز وجل في ختام عملك شكرا لفضل ربك فالذكر مفتاح للأعمال استعانة وطلبا للمدد من الله عز وجل وتقوية على القيام بالعمل والذكر في الختام والنهاية شكر لله عز وجل على فضله وإنعامه سبحان الله قبل مدخل للعنصر بتاعنا وهو ورود الذكر في حدائق القرآن الكريم في ختام الأعمال الصالحة أقول لك مشهد ومقطع حصل مع بعض الموحدين الذين ملكهم الله المشرق والمغرب بدأ عماله بالاستعانة بالله وختمه بإرجاع الفضل والنعمة كلها إلى الله وهو ذو القرنين الملك الموحد الذي موحد بالله ليس الإسكندر الأكبر هذا وثني يعبد الأصنام ذو القرنين المذكور في القرآن موحد ملك المشرق والمغرب مر على قوم اشتكوا إليه أن يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض ويؤذونهم قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد هو بيقول له كده إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد الخرج يعني إيه نديك فلوس نجمع لك من بعضنا وأنت رجل آتاك الله من كل شيء سببا يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الإمكانات والقدرات والطاقات التي فتحت بها ما بين المشرق والمغرب يعني دولة فيها كافة مقومات الحضارة فاحنا حنوعد نرتح كده وحضرتك ورجالتك بالمهارات والأدوات والأسباب والآلات اللي عندكم خدوا الفلوس مننا دهب أو كذا أو كذا واعملونا سد بينا وبين يأجوج ومأجوج لكن ذا القرنين أراد أن يعلم الناس كيف يصنعون لأنفسهم كيف يحمون أنفسهم شوف بقى حيبدأ إيه الملك اللي معاه كل الأسباب كل الأسباب معاه ربنا قال كده وآتيناه من كل شيء سببا يعني كان يقول له ما نقدر رجال تيقدرهم عندنا الأدوات والآلات المتطورة ده أنا ملكتما بين المشرق والمغرب وعند العلوم كلها لكن الرجل يعترف لله بالفضل فأول حاجة حيبدأ يقولهم إيه ما اغترش بنفسه ولا بقوته ده لازم يذكر الله هيعمل سد كبير سد كبير علشان يمنع يأجوج ومأجوج من الإفساد شوفوا بقى ذو القرنين قال إيه قال ما مكنني فيه ربي خير ما مكنني فيه ربي خير نسي قوته وقوة بلده ومملكته وقوة رجاله والعلوم والأدوات المتطورة عنده قال إن كل اللي عندنا ده نبدأ نبدأ بالاستعانة بالله بذكر الله مهما كان عندنا أدوات وآلات ومصانع ووو وعلوم متطورة وتكنولوجيا ولا تسوي أي شيء من غير باسم الله قال ما مكنني فيه ربي خير لابد أن يمكنني الله من استخدام الأسباب وإلا ممكن يكون قدام منك أسباب كتير ولا تستطيع استخدامها ولا التصرف فيها ولا استعمالها ولا إنتاج شيء طيب منها قال ما مكنني فيه ربي خير أو ذكر قبل العمل فأعينوني بقوة ياريت أنتو كمان تمدوا إيديكم ما تعدوش على جنبه وتدوني أجر وتتفرجوا علي أجعل بينكم وبينهم رد ما آتوني زبر الحديد قطع الحديد لم والحديد اللي عندكم حيشغلهم وحيستخدم إمكانات الأرض المتاحة حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا يلا نولع نرع الحديد حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا بعد ما حملنا الحديد وولعنا النار عليه عايزين نحاس لأن ثبت شوف الإعجاز القرآني ثبت إن الحديد تشتد صلبته وقوة مقومته لما يخلط بشئ من النحاس سبحان الله العلم الحديث اكتشفها من 200 سنة 300 سنة ولا أقل سبحان الله لكن القرآن أثبتها من أكتر من 1400 سنة لما تضيف بعض النحاس للحديد تشتد صلبته وقوته آتوني زبر الحديد المهم آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا خلاص عمل السد اللي يأجوج ومأجوج ما يعرفوش يحفروا فيه ولا يطلعوا عليه لا يعرفوا أن يظهروه يعني ما يعرفوش يطلعوا فوق منه عشان يعدوا الناحية التانية ولا يعرفوا يخرموه يثقبوه عمل العمل بعد ما بدأ قال ما مكنني فيه ربي خير وبذل الأسباب واستخدم الطاقات والإمكانات وشغل الناس معاه بعد ما بصل السد كده وشاف العمل العظيم ده قال والله عملوها الرجالة لا قال هو ده الشغل يا رجالة لا قال لقد عملنا وفعلنا وكذا لا قال إيه ذكر الله في نهاية العمل قال هذا رحمة من ربي انت شفت يب من وجوه الذكر في القرآن الكريم في حدائق القرآن الكريم أنه يفتتح به العمل اقرأ باسم ربك الذي خلق وأنه يختم به العمل يفتتح العمل استعانة بالله وطلبا للمدد والقوة ثم يختم به العمل شكرا لله عز وجل وذكرا له على أن أعاننا وسددنا وقوانا في القرآن العزيز عدة مشاهد لأعمال صالحة يختم بها يختم الذكر بها مثلا عندنا قول الله تبارك وتعالى في الصيام بعد ما انخلص الصيام خالص ويستطلعه هلال شوال ويقولك غدا أول أيام شهر شوال أما يقوله كده بنبدأ نعمليه مجرد ما نعرف ان الليلة ليلة العيد أيوة صح بنكبر مش بنستنى لحد من روح المصلة أول ما يقوله غدا أول أيام شهر شوال غدا العيد كلنا بنعمل إيه بنكبر وإحنا كنا يمبارح صايمين وإحنا بنعمل كده أهو شوف الصيام عبادة ختمت بذكر الله فين في القرآن الكريم في الآية 185 ولتكمل العدة عدة إيه؟ عدة رمضان حنتصوم رمضان لحد ما يظهر هلال شوال طيب خلاص رمضان انتهى ختمنا يلا الحق بالذكر بقى كأن الصيام عمل قد قمت به مخلصا لربك وهذا العمل يحتاج إلى ختم إلهي ليصعد إلى الله مرضيا عنه مش أي ورقة أو أي طلب بتخلصه علشان يمشي ويقدم أصلحتك بياخد الختم والتوقيع من غير الختم والتوقيع يقولك قطع الورقة ورميه يعني لو رحت بالورقة عليها ختم ومع لهاش توقيع يقولك هاتلي توقيع المدير المسؤول طب جبت توقيع المدير المسؤول ومفيش الختم يقولك ولا التوقيع يزبط حاجة هاتلي الختم فذكر الله عز وجل كالختم والتوقيع على الأعمال الصالحة ولتكمل العدة عدة رمضان ولتكبر الله على ما هداكم على ما هداكم وفقكم إلى صيام رمضان وطاعته فيه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يبا الذكر ختام الأعمال الصالحة طيب في مثل آخر نعم الحج الحج يتجلى فيه الذكر بصورة واسعة في بداية الحج ما احنا قلنا الذكر مفتاح في بداية الحج بعد حضرتك ما تحرم أول حاجة بعد حضرتك ما تلبس ملابس الإحرام بتبدأ الإحرام بقى تدخل في النسك أول حاجة بتعملها إيه لإعلان دخولك في الحج بتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا سلام يبا الذكر مفتاح هو مفتاح إيه مفتاح العبادة مفتاح الحج لبيك اللهم لبيك طب أثناء الحج بقى تلبية وتكبير على قد ما تقدر طيب نزلت من عرفات بتذكر الله ذكرا كثيرا طيب خلصت بقى ورحت حلقت راسك ورميت الجمار أيام من بقى بتذكر الله الآيات بتقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى الصلاة أول ما نجي نصلي بنفتح الصلاة بإيه مفتاح الصلاة إيه التكبير مفتاح الأعمال كلها الذكر الله طب الصلاة مفتاح الصلاة ومفتاحها التكبير كما قال نبي صلى الله أكبر طب ختام الصلاة السلام عليكم ورحمة الله طب بعض الصلاة بقى الأدعية اللي احنا بندعي بها اللي حنتعلمها بعد كده إن شاء الله ربنا يقول لنا اختموا صلاتكم بالذكر فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم طب صلاة الجمعة ها بن ندلها بالأذان بين يدي الخطيب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سواء أذان أو اتنين يبقى بنفتح صلاة الجمعة بالأذان والأذان ذكر لله طيب بعد ما نخلص صلاة الجمعة ربنا علمنا إيه اوعى تنسى وانت طلع من الجامع انت واصحابك وأولادك وأهلك اوعى تنسوا تاخدوا الفضل ده في ناس كتير بتمشي تسلم على بعضها وتنسى تذكر الله بعد الخروج من صلاة الجمعة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة النداء هنا اللي هو الأذان ذكر لله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فالذكر مفتاح وختام أسأل الله الملك العلام أن يختم لنا ولكم بالإيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه والذكر يفتاح أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق آخيار الله قد أعلى بالذكر منزلة ما أجملال